اشتركوا في القناة هتخلينا ان احنا نكمل سلسلة حلقاتنا اللي بنكملها دايما معاكم او اللي بنناقشها دايما معاكم عن مشكلات الشعر الاسئلة بتكون اللي جات لنا كانت عن النانو تكنولوجي الناس عايزة تعرف هل هو فعلا حل سحري هل هو فعلا حل جزري لمشاكل الشعر كلها ولا لا ولا اي يا طريقة اكيد يا نور واحنا النهاردة بنخاطب كل استادى المشاهدين اللي عندهم مشاكل في الشعر اللي تقولك انا عندي كفاف في الشعر اللي تقولك انا عندي هيشان في الشعر إيه اللي تقول أنا شعري متقصف إيه اللي يجي يقول أنا مثلا فروة الشعر بتدت تخفي ما فيها الشعر كتير إيه اللي يقول أنا شعري بيقع إيه اللي بيقولي برضو يا نور الناس اللي بيتعاني من مشاكل مختلفة أثناء طبعا سبغات الشعر بتأثر بشكل كبير جدا على الشعر هيا مشاكل الشعر ما بتبقاش يعني إيه يعني ملهاش حصر الحقيقة يعني مشاكل كتيرة جدا من أول سن صغير كل البنات الصغيرين برضو بيعاني من مشاكل مختلفة في الشعر عشان كده إحنا خصصنا الفكرة دي إن إحنا نرد على الأسئلة اللي بتدور في أزهان حضراتكم وحضراتكم بعدتوا أسئلة بالفعل إحنا النهاردة هنرد عليها بالتفصيل مع ديفي النهاردة ضفنا النهاردة دكتور هاني إسروت خبير عناية الشعر والبشرة أهلا بيك يا دكتور منورنا أهلا بيك يا재 أمور أهلا بيك يا مرحب وإنت طايب مرسي بص يا دكتور في البداية كده أول سؤال معنا وإحنا طبعا أسئلتنا النهاردة كلها من على صفحتنا على الفيسبوك ناس كتير بتسأل أول سؤال بيقول نوها بتقول معنا أنا شعري بيتسقط بغزارة وبقى خفيف جدا وجربت معاه أكتر من حاجة جربت وصفات كتير بس بقى بيقع بشكل أكبر وأكتر هي المشكلة إن هي مش عارفة تعمل إيه معادي الوقتي مع العلمة إنها بتتغذى كويس وما عندهاش أي مشاكل أو ضغوط تعمل إيه يعني هي بتاكل كويس جدا بس حطت وصفات على شعرها لأنه شعرها بيقع بطريقة فضيع أول حاجة بيحتاجين نعرف هي طبيعة بشرتها إيه دهنية ولا جفة ولا طبيعة بشرتها عاملة إزاي لأن ربما ممكن ناسي بتستخدم زيوت على فكرة يا جماعة وبشرتها دهنية دي بتبواز الدنيا اللي يالوصفات بتستخدم زيت على شعره وبشرته دهنية دي بتقوم في ليه مشكلة؟ طبعا دلتي كده بتبواز الدنيا بتعمل الإشرة بتسدي المسام بتبواز الدنيا بشكل أو بآخر يعني وكل طبعا فكرة أنت كل ما تحطي أكتر كل ما تحطي زيت أكتر كل ما شعري يعني النتيجة بتاعته تبقى حسن فده أول سؤال احنا محتاجين نعرفه تاني حاجة هيا بتستخدم إيه دلوقتي على شعرها بتتغزة كويس بس ربما ممكن تكون بتستخدم حاجات فيها كيميكلز شامبوهات اللي بتستخدمها ممكن يكون فيها كيميكلز هي بتقول وصفات ما هي الوصفات دي ماتشنج مع طبيعة جسمها مع طبيعة جلدها ولا لا طالما شعرها بيقع بغزارة يبقى فيه حاجة مش مزبوطة أكيد الحاجة اللي بتستخدمها مش معنى هي النية وحشة لأ هي كويسة بس كل جسمة اللي بيبقى دي حاجة مش مناسبة لطبيعة جسمها فهي محتاجة تستخدم حاجة ماتشنج مع طبيعة جسمها بلس إنه ممكن تكون وصفات دي كويسة وجايبة نتيجة مع جسمها بس هي بتستخدم حاجات فيها كيميكلز بتكسر الوصفات دي فتقلل تأثير البروتينز اللي بتبقى داخلها أو الغذاء أو الزيوت اللي بتبقى داخلها لجسمها وتقلل تأثير البوصيل جميل؟ ده برضو ممكن يعمل مشاكل فهي الفكرة دلوقتي المشكلة منين أنت بتستخدمي إيه بالظبط فلازم نعرف الديتيالز كاملة عشان نعرف النورة أوفر قول لو هي عندها لو هي بتستخدم شامبو أورجانيك لو هي بتستخدمش حاجة فيها كيميكلز لو هي بتتغذزة كويس هي محتاجة وقت تبتدي تعود شعرها لأنه واضح أن شعرها ضعيف وفي حاجات كي تجريت جدا نوافق ده فمحتاجها تعود شعرها ببروتينز بروتينز الأمال كاراتين الكاراتين ده من واحد من البروتينز المهمة جدا اللي لما الشعر بيفقده بيعمل اللي نوها بتتكلم فيه اللي هو الشعر بيخف وبيقع وبيقع تماما بلس إن شعرها بيقع منين بيقع من البصيلة أوكي ولا بيقع من الأطراف لو بيقع من البصيلة بيبقى ليه طريق حل لو بيقع من الأطراف بيبقى ليه طريق حل يعني هي محتاجة كمية كولوجين يعني محتاجة تستخدم حاجة فيها كولوجين محتاجة تستخدم حاجة فيها كاراتين محتاجة تستخدم حاجة فيها بروتينز محتاجة تستخدم حاجة فيها حبيبات ده فأعتقد هي لو استخدمت الساشن بتاعت النانو تكنولوجي مع الابتعاد شوية عن الحاجات اللي بتعملها هجيب معها نتيجة سريعة تمام جميل جدا هايل جدا احنا طبعا فيه سؤال اتقرر عندنا اكتر مرة فيه سيدة بتقول انا عملت كرياتين في شعري شعرها بقى كويس جدا ولكن بعد شوية ابتدى يتساقط اكتر وخف جدا بطريقة منحوظة هي طبعا خايفة جدا وكمان حست ان فيه تقصف بتسأل يا دكتور السبب من الكرياتين نوع مش كويس ولا شعرها محتاجة بوسي المشكلة الفترة الاخيرة الكاراتين الناس كتير قوي اخدت عنه فكرة ان هو وحيش وبيبورز الشعر وبيكسر الشعر ومش عارفين بكلام ده كله هالفكرة ان الكاراتين ده بروتين من البروتينيات الطبيعية للشعر ربنا خلقنا بي اصلا بي يعني الجسم بيفرزه مهم جدا فمهم وجوده مهم فنوي ان هو يوقع الشعر حاجات اللي بتبقى معي يعني بتبقى موجودة معي هي الحاجات دي اللي ممكن توقع الشعر هالفكرة استخدمت ايه مع الكاراتين عشان خاطر او ايه اللي موجود مع الكاراتين نثبته عاملة ازاي هو ده اللي بيخلي الشعر يوقع بعد فترة عشان كده لما تيه تعملي شعرك بكاراتين لازم تجري تشوفي ايه الحاجات اللي موجودة فيه ايه الفورمليشن بتاعه ايه المكونات بتاعه المكونات بتاعه توزين الرينج بتاع من نظام الصحة العالمية ولا اكتر ولا اقل فمهم جدا ان انت تختاري النوع الصح والنوع السليم عشان اديكي نتيجة كويسة لو استخدمت نوع فيه كاميكالز هيكسر شعرك وهيبوزه وهيخلي مشاكل الشعر تزيد تبقى تريبل يعني تبقى ثلاث اضعاف اللي قريدي انت كنت بتاعيني منه فمهم جدا وانا بعمل ده اختاري النوع الصحة ولازم يعني لو عايزة نتيجة كويسة اختار نوع يكون معمول بيننا وتكنولش يعني ده هيجيب معاكي نتيجة كويسة جدا دي فكرة الكاراتين ومشاكله بعد شهر شعرين ثلاثة اللي بيستخدم بطريقة غلط واختيار المنتج بيكون غلط تمام انا معايا سؤال من رامي بس في الاول دكتور احنا معايا فيديو كنا عايزين نتكلم عنه لو حضرتك تشرح لنا كده على الفيديو نانا تكنولوجي ممكن تكون ازاي افاكتب مع شعر فكرة نانا تكنولوجي تدخل جوه الشعر تدخل القلب الشعرية بتعاليك كل المشاكل اللي احنا شايفينها ده شعر مقصص من الاطراف من الاطراف اللي احنا شايفينها ده اللي بقتدي الاطراف اه او الحرشيف اللي احنا شفناها دي طبقة الخرجية اللي بتحمي بقى البروتينز تمام لو مش موجودة الشعر بيبتدي يفقد الغزاء بتاعه طيب اسمعلي يا دكتور اقول سؤال رامي يمكن يكون اجابته معا على الفيديو ماشي هو رامي بيقول ان هو سمع حضرتك قبل كده بتتكلم عن الدهب واستخدامه في علاج الشعر وعايز يعرف هو مفيد ايه في الشعر وممكن ياخد جام جلسة وشعر ويتحسن طيب طيب الدهب بيعمل حاجتين تمام الحاجة الاولانية اللي احنا شايفينها اللي هو اللون الازرق ده اللون الازرق ده كل المكونات الموجودة في الساشن اللي من ضمنها حبابات ده بتدخل جوة تيوبس تمليها فالتيوبس اللي لما تتميلي سمك الشعر يزيد سمك الشعر يزيد وفي نفس الوقت لماعين الشعر يزيد لو خلينا الفيديو يكمل هنلاقي ان شكل كمان الحرشيف ابتدى ياخد شكل متناسق فده بيخلي الشعر هلفي جميل ده الجزء الاولاني الجزء التاني بيعمل حاجة اسمها تحفيز تحفيز للبصيلة انها تشتغل اكتر اوكي وتنتج بروتينز وكادة طبيعية تبقى من جوه الجسم فدور الدهب دوره مهم جدا 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 بس الشرط لازم يكون معمول بالنانوتكماشر عشان يقدر يوصل للبصيلة تمام هناخد سؤال تاني يا دكتور في خالد ويسأل بيقول انا عمري 30 سنة وحاسس اني داخل على صلع طبعا ناس كتير قوي بيعانوا من المشكلة دي لان شعري بقى خفيف جدا ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها استرد دكوت شعري تاني والشعري يعني يحصل له انبات من جديد بصي فيه سؤال انا نفسي تسألته طب انت ليه ما استخدمتش ان انا تكنولوجي على نفسك اوكي انا عندي الجزء اللي انا قريدي الشعري فضي فيه ده البصيلات ماتت فخلاص انا دخلت على مرحلة الصلاة خلاص ما أقدرش أنبت بصيلات مجدية يعني بصيلات أوراديها ده مادت ما أقدرش أشتغل عليها بس أنا أقدر أشتغل على البصيلات اللي هي ضعيفة زي السؤال اللي الأستاذ بيسأله لو البصيلة موجودة أنا أقدر أشتغل عليها هحافظ على اللي موجود إن هو ما يموتش هحافظ على الشعر اللي موجود هحافظ على شكل الشعر اللي هي أورادي إحنا شرحناها في السيشن قبل كده ده تقريبا نفس السؤال لو أنا سبت الشخص ده يمشي نفس الوي الجزء ده كله هيفضى وهيبقى أبيض وهيروح يبقى أصلع يعني هيروح لمرحلة الصلع أنا النهاردة هحافظ على الجزء اللي موجود ده وهحافظ على الشعر اللي موجود والبوسيلات اللي موجودة عمل لها اكتفيشن عشان هي كمان ما تموتشي والدنيا تبقى فاضية خاصة أغازل بقى اللي هم شوية اللي بقين أغازل اللي بقى وحافظ عليه عشان هو اللي بقى بيتأثر على فكرة مفقدوش آه مفقدوش تمام تمام طيب نيفين يا دكتور بتسأل وبتقول إن هي حامل وشعرها بيقع وبقى خفيف جدا دلوقتي وهي بتسأل حضرتك عن العلاج المناسب لمشكلتها وبتسأل هل استخدام النهارة التكنولوجي آمن على الحوامل والرضاعة بعد كده ولا لأ لأ لأن هي حامل يا دكتور بصي لأي حامل أوكي ويري كوماندن هي تبتدي تاخد يعني حتى يفين وجلها برد ما تاخدش يا دوية برد خالص لمدة 3 شهور آه لأن الفترة 3 شهور ده اللي بيكون فيهم الجنين فتستخدم السيشن بعد 3 شهور أوكي بعد 3 شهور وموضوع الحامل ده طبيعي جدا إن يحصل فيه معاية تساقط شعر وبيحصل تساقط شعر زيادة وموضوع رضاعة برضو نفس النظام فهي الفكرة إن الجسم من كل الماتيريال بتاعة الجسم رايحة للملك رايحة للبن عشان خاطر تغزي الطفل فالغيزة اللي بقى وصل للجسم بيبقى قليل ضعيف فأنت النهاردة بتحاول إن أنت تديها حاجة باكوب يعني تديها حاجة بديلة فتديها الحاجات اللي جسمها قريتي محتاجة بس من بره بالنانو تكنولوجيا فهيديها تأثير كويس قوي بس بعد 3 شهور يعني تكون عدد 3 شهور من فترة الحمل طب إحنا في شايفين يا دكتور الساشن شغالة هي دلوقتي وأعتقد إن إحنا بنفنش بس كان الأول كنا بديين وهو شعره خفيف خالص ولونه مطفي فاروة راس كانت بيضة خالص إحنا دلوقتي اشتغلنا على الجزء مرة السؤال اللي أنت سألتيه الجزء اللي فاضي اشتغلنا عليها عشان خاطر مايروحش عشان خاطر الشعر مايروحش مايقعش بسيلات ما تموتش غزينا البسيلة غزينا الشعر عملنا مساج لفاروة الراس الدم ابتدى يجي لفاروة الراس دعمنا الجزء اللي موجود عشان أحافظ علي هي دي فكرة إنها نتكلم علش تمام بعد ثلاث شهور بايزوية جماعة بعد ثلاث شهور الشعر بيبتدي يطلع شعر جديد سوري البسيلة بتبتدي تطلع شعر جديد لأن البسيلة بتبقى تغزي تقوي وصلت للفول بتاعة الفانكشن بتاعها فخلاص بقى تقدر تنتج شعرها واثنين وتلاتة الشعر بيبقى كسيف طيب معنا سيدة بتسأل بتقول دكتور أنا عندي فراغات ومنتصف يعني منتصف الرأس من فوق عندها بعض الفراغات بتزيد كل شوية مع الوقت استخدمت كريمات كتير جدا وخدت وصفات كتير جدا ولكن للأسف ما بتوصلش لأي نتائج فطبعا بتقول أنا خايفة لأن أنا يعني أفكت شعر كبير وتوصل لسلع من المناطق الأمامية يا دكتور عندها إحنا أعتقد إحنا في الحلقات اللي فاتت عرضنا كيسز كان عندها آه كيس كده هي لها شعرها بينحل هو شعرها منحول من قدام هي الفكرة هي لازم المية الوحدة المية اللي فيها كلور لو استخدمت مية كمية على شعرها بيساعد فن الشعر بتاعي بوز بيكسر البروتين الموجود جوه الشعر هي دلوقتي تجري بسرعة وتحافظ على الجزء الفاضل من شعرها بإنها نتكنولش لازم إنها لو فضلت تستخدم نفس الوي اللي هي أوريدي ما ديتهاش نتيجة بتفضل عليها لي أو مستخدمها لي تجرب بقى وي جديدة وأوريدي متجربة وجابة نتيجة كويسة تحافظ على الجزء الموجود لأن معنى كده إن الشعر ينحل ويبتدي بصائلات بتاعتها يموت لأنها لو وصلت لمرحلة إن البصائلات بتاعتها ماتت للأسف الشديد هتخش في مرحلة زرع شعر عشان تبتدي تداري الجزء اللي هو لأنها كده هتفكت شعرها كله همش لدرجة كله بس هتفكت جزء كبير من الشعر فده طبعا بالنسبة للبنت أو الرجل بصي لو خدنا بقى لنا دي كيس برضو من الكيسز يعني تقريبا رايحة للجزء اللي انت قلتي عندها برضو نفس المشاكل شعرها بينحل شعرها خفيف يعني يكاد يكون من النص من الجزء اللي في النص دوت لو تساب الجزء اللي في النص ده هبتدي يزيد الفرق ده هبتدي يزيد فالبنت هتبتدي تداري على بدائل بقى اللي هو ايه فش حاجة جيب معها نتيجة فتبتدي تركب اكستنشن الاكستنشن يزود المشاكل اكتر فلو خدنا بقى لنا ده بعد استخدام النحن التكنولوجي طبعا نتيجة بعد ثلاث شهور نتيجة اكتر من هيلة دي مثلا جزء اللي قدام دناحل تماما لو تساب انت دخلة كده في مرحلة صلعة فاحنا الشعر موجود اشتغلنا عليه بسرعة قبل ما البصيلات تموت اداني نتيجة اللي انت شايفها دي نتيجة اكتر من هيلة وكانت اكتر من مردية للبيشنت هي اكتر من مردية لنا احنا شخصين يا دكتور بص دي كمان يا مور دي كيس تاني ده فراغات امامية الفراغات الامامية دي برضو نفس النظام ده متالي ردا على السؤال اللي فات يا دكتور نا برضو بتفقد من الجزء اللي قدام شعر كبير جدا بالاسف هي بتفقد وتقعد ترجع الورا 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 وكذا خلف مشاكل كتير قوي والحل بتاعها جراحة بصراحة وموضوعها جراحة شوية بيجموه لي حالة نفسية برضو الحالة نفسية دي لوحدها كفاية دي مثلا بس دي مش سفير قوي دي كيس تانية الكيس دي بقى يعني شعرها قريدي كله في مشاكل بس اكتر حاجة كانت مدايئة الجزء اللي قدام اللي هو نحل الشعر من قدام وصلت للمرحلة دي بعد استخدام انه انا تكملش انتي تلاقي حاجة تديك نتيجة بالشكل ده ده اكتر من راعة هنا مثلا فروة الورا صح لو خدنا بالها لونها ابيض مرضو بيزوية جماعة انت عايزين تشوفوا شعركه صحي ولا مش صحي بصي على فروة الورا صح لونها ايه لو لونها ابيض عارف ان انتي عندك مشكلة يجري بسرعة نحن التكنولوجي عشان نحن التكنولوجي هتعملك اكتيفيشن للبصائلات بتاعت الشعر عشان تساعدك ان تتحلي مشاكل الشعر انت لو سيبتي شعرك كده هيدخلك في مشاكل كتيرة جدا هنا دي كيس مثلا لو خدنا بالنا لون الشعر في الصورة اختلف هنا لون الشعر في الصورة اختلف يعني الموضوع اتغير تماما شكل الشعر السمكي بتاعه نفسه اتغير لون الشعر نفسه اتغير فهي الحاجات دي مهمة قوي ان انا بقى اعرفها دي مثلا كيس من الكيس لو خدنا بالنا لون الشعر بحتان ضعيف فروة الرسم بيضة بيضة ما فيش دمي تقريبا واصل للبصيلة خالص هنا احنا عملنا ايه عملنا اكتيفيشن للبصيلة عملنا اكتيفيشن للبصيلة فالدمي بتدى يزيد بتدى يجري على البصيلة بتدى يحصل النتيجة دي نتيجة مرضية جدا جدا وموضوع بسيط قوي حلو جدا يا دكتور طب انا معي سؤال من بريهان بتقول ان هي شعرها مش بيتول خالص وبقى خشن جدا مع العلمة ان كان شعرها ناعم فهل في علاج للمشكلة دي يا دكتور ولا لا بصي هو خشن ومش بيتول هو ما فيش حاجة سمع شعري ناعم وبقى خشن وما فيش حاجة سمع شعري خشن ممكن يكون كان ناعم ونشف هو نشف بقى عمل زي النبات كده يعني ما باخدش مياه فابتدى ينشف بزبط تمام فهي الفكرة محتاجة لو هي تراجع معنا للحلقة من الاول هتشوف الفيديو اللي احنا عرضناه تمام انتي بتبتدي تدخلي جوه قلب الشعرية وتديها كل المكونات اللي هي قريدي محتاجاها فيبتدي دي يأثر على الشكل الخارجي بتاع الشعرية فيبتدي الشعر يبقى هلفي يرجع لطبيعته لو ناعم هيرجع لطبيعته النعمة لو خشن هيرجع لطبيعته الخشنة بس الشعر هيبقى هلفي هيبقى بيلمع هاسترد صحيته من جديد هاسترد الصحة بتاعته زي ما انت بيقولي يا مرة من جديد فيه دي شخص بيسأل بيقول دكتور هل فيه اي مضعفات او اثار جانبية من استخدام النانو تكنولوجي ولا لا تاني وسؤال برضو من الاسئلة المهمة يا جماعة نانو تكنولوجي دي حاجة اورجانيك دي حاجات كلها اورجانيك كريمز كلها بنستخدمها بشكل طبيعي جدا مفيش منها اي مشاكل خلص احنا فكرتنا ان احنا بنبعد عن الكيميكلز عشان نقدر نغز الشعر اوكي فمفيش منها اي مضعفات تماما تمام طيب ام احمد بتقول بتسأل هل فيه سن معين الاستخدام النانو تكنولوجي لعلاج الشعر ولا لا طبعا بما انه هي ام احمد واضح ان هي ممكن يكون سنناها كبير شوية ام احمد لازم تسأل زي ما هي عايزة ابو علمني على انا ولا راسنا اكيد بس يا ستي احنا تكلمنا ان احنا الاصال السيدات الناس الكبيرة الشباب يتسقوا كي على كل الاعمار بالنسبة للاطفال من بعد يفضل من بعد سن ثلاث سنين ان انت تبتدي تستخدمي حاجات على شعر الاولاد ويفضل ان انت الاولاد تسيبيهم لان الجسم already يعني بيبتدي يكون خلاص الخلاب بتاعته يعني ما تستعجليش على الولاد وما تستعجليش على الاطفال احنا من بعد ثلاث سنين بنبتدي نستخدم التكنولوجي دي بالنسبة للاطفال وطبعا احنا احنا اتكلمنا عن الحوامل والردع واتكلمنا عن كيسز عن الستات اللي هم الكبار والناس اللي هي الكبيرة في السنة وكمان هندخل بسطيهم الشباب لان الشباب برضو عندهم مشاكتر جدا طيب الناس تكنولوجي تستخدم لجميع الناس تقريبا خلاص لكل الأعمار احنا معنا بعض الحالات الدكتور يا ريت لو تشرحها لنا تفضل الكيس دي بتتكلم عن نفسها ام طبعا اه بصراحة الكيس بتتكلم عن نفسها لو انتو خدت بالكم يعني التأثير مش هيبقى واضح قوي او باين قوي بس ده بعد نص ساعة جمعا يعني ده بعد نص ساعة ده اكتر من هاية لو فضلنا نستخدم السيشن والناس تكنولوجي الشعر شكله هيتغير تماما لون فروط راس هو داخل في صلعة دي واحدة ستة كبيرة اوكي الستة دي لو تسابت خلاص بالأسف الشديد شعرها كل راحة اه خلاص يعني ما فيش أي options تانية فاحنا اشتغلنا على اللي موجود لو خدنا بقى الشعر لونه ضعيفه باين قوي بصي الشعر يعني الشعر اختلف خالص خالص انا ما طلعتش الشعر جديد ما طلعتش الشعر جديد بس يا الفكرة ان انا عالجت الشعر اللي موجود عشان احاول على قد مقدر انقذ ما يمكن انقذها خلت الشعرها تتقل ولون هيبقى اوضح شوية علشان تملي الفراغات اللي هنا احاول انقذ ما يمكن انقذها فعلاً اصلايا الحالة فعلاً صعبة جداً يا دكتور الحال فعلاً صعبة بيجينا حالات صعبة قوي انا مو متخيلين ان احنا يا جماعة معنا يعني السحر العصائل السحرية العصائل السحرية هو فيه حاجات بتجيب نتيجة كويسة جدا والسيشون بيجي نتيجة كويسة جدا مثل الفكرة ان احنا نصبر ونستنى لان كل جسم بقولها تاني كل جسم وطبيعة طول موضوع بيكون مختلف شوية معنا استجابة بتاعته بيكون مختلفة تمام دكتور لأسف وقت حلقتنا خلص دلوقت فقرتنا انتهى بسرعة احنا طبعاً بنكون عايزين معلومات اكتر وحاجات اكتر نشوف كمان حالات اكتر تقول لنا قد ايه نانو تكنولوجي افكتف مع كل مشكلات الشعر وكل الناس لكل مستويات الناس ومستويات الاعمار اللي احنا عارفينها من اول الطفل لتلات سنين لحد كبار السن ما فيش اي حاجة تقدر تمنع انه الشخص يقدر يستخدم منها لتكنولوجي كان مشرفنا النهاردة ومنورنا ضفنا دكتور هاني سروت خبير عناية الشعر والبشرة مرسيل حضرتك جدا يا دكتور شكرا حضرتك جدا يا دكتور على الرد على كل سؤال كل السادة المشاهدين سألوه النهاردة ويا رب نكون انا شخصية استفدت جدا يا دكتور يارب يكون السادة المشاهدين كمان استفادوا من الاسئلة اللي احنا جاوبنا عليها فاشكر حضرتك جدا يا دكتور مشاهدين فقرتنا انتها تستنون افكارات متميزة دايما من الطبيب اشوفكم على خير في رعاية اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة